أطلقت شركة بحرين فايندر أول منصة رقمية متخصصة بالتسويق العقاري للمشاريع والأراضي السكنية في مملكة البحرين بهدف تطوير القطاع العقاري وتسهيل الخدمات للبائع والمشتري يشهد القطاع العقاري تطورا ملحوظا ويقفز قفزات نوعية الهدف منها مساعدة كل الأطراف ذات العلاقة من المطورين والمستثمرين البحثين من المواطنين والمقيمين في المملكة عن فرص استثمارية وتأتي منصة بحرين فايندر كحل سريع وحلقة وصل بين المستثمرين والمطورين بحرين فايندر هي منصة رقمية مختصة في التسويق العقاري انطلقت علشان التواكب التطور العقاري والتكنولوجي اللي صاير في البحرين فكرة المنصة موجودة من سنوات لكن فعليا صار التخطيط حق اطلاق المنصة خلنا نقول في فترة الكورونا هذا القطاع في نقص موجود في البحرين كان يحتاج انه خلنا نقول ينسد او ينشغل فنجاح اساسا المنصة ان شاء الله يكون ان احنا خلنا نقول املينا فراغ موجود في السوق تهدف المنصة الى ترويج وتسويق المشاريع العقارية القائمة وقيد التنفيذ والمستقبلية وفق طرق رقمية متقدمة والوصول الى شريحة اوسع من الجمهور البحث عن فرص استثمارية واحدة ضمن القطاع العقاري احنا لما نجمع الشركات العقارية معناتها نخلي معرض واحد يجمع جميع العقارات نسهل على الناس عملية البحث اللي بيصير في الموقع على اي عقار نستقطب المستثمرين الخليجيين والمستثمرين برى مملكة البحرين للاستثمار في البحرين عبر هذه المنصة اللي هي تكون بوابة اكترونية للتعريف بالشركات العقارية الشركة اطلقت المنصة كمرحلة تجربية وتعمل على تضمين كل المعلومات والبيانات حول مختلف جوانب القطاع العقاري من اراض ووحدات سكنية كما ستتضمن البيانات الخاصة بكافة شركات التطوير العقاري والوسطاء العقاريين المرخصين من مؤسسة التنظيم العقاري اليوم احنا محصنين الدعم من الجهة الاعلى او من اعلى جهة في مملكة البحرين مختصة بالقطاع العقاري اليوم بحرين فايندر تتلقى كل الدعم من معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس ادارة مؤسسة تنظيم العقاري ومن سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس تنفيذي لمؤسسة تنظيم العقاري شركة بحرين فايندر شركة بدأت بفكرة منذ بيدي الجائحة وتحققت بسواعد بحرينية على ارض الواقع شوق العثمان لمركز الاخبار تلفزيون البحرين